أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هيتم إطلاق المرحلة التانية لتنسيق القبول في الجامعات ويستمر تسجيل الرغبات لحد يوم الـ 222 أغسطس بحد أدنى 246 درجة للعلمي و238 درجة للأدبي كمان النهاردة جامعة عين شمس هتطلق قافلة تنموية شملة لمحافظة البحيرة وفي مباريات مهمة في الجولة الـ 31 من الدوري المصري بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيتم إطلاق المرحلة التانية لتنسيق القبول في الجامعات بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى وهيستمر تسجيل الرغبات لحد يوم الـ 222 أغسطس بحد أدنى 246 درجة للعلمي و238 درجة للأدبي النهاردة جامعة عين شمس هتنظم قافلة تنموية شملة لمحافظة البحيرة وتحديدا في قرية بالقطر الشرقية مركز أبو حمص القافلة دي هتقدم الكشف الطبي المجاني بعيادات البطنة والأطفال والنساء والتوليد إلى جانب صرف الأدوية والعلاج مجانا ده غير إنها هتقدم كمان خدمات محو الأمية وعدد من حملات التوعية برضو النهاردة هتبدأ إدارة مهرجان أصوان الدولي لأفلام المرأة في تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة السابعة للمهرجان عبر الموقع الإلكتروني وهيستمر تلقي الأعمال الفنية من النهاردة والحد نهاية نوفمبر اللي جاي المهرجان بيشترط أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة لم تعرض داخل مصر عرضاً جماهيرياً من أي نوع والأفلام إما إنها تكون من إبداع نسائي أو بتتناول قضايا المرأة النهاردة فيه تلات مباريات مهمة في إطار الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري النادي المصر البورسعيدي هيواجه الإسماعيلي على استاد برج العرب الساعة 6 ونص والجونة هيقابل فريق غزل المحلة في نفس التوقيت وفيوتشر هيواجه فريق سيراميكا كيلو باترا على استاد السلام الساعة 9 بالليل